احنا يمكن يا بشوي معرفتنا البسيطة عارفين انه في عدد كبير قوي من ضعاف السمع موجودين في مصر عشان كده ابتدت الحكومة المصرية تهتم جدا بيمكن تعليم لغة الاشارة للعديد من الناس المهتمة فعلا انها تتعلم اللغة دي حقيقة يكلمنا عن لو فيه كوميونيتي او مجتمع من ضعاف السمع كانت 2017 كانت من منظمة الصحة العالمية وكان التقرير بيقول ان فيه سبعة ونصف مليون اصم في المجتمع المصري فالسبعة ونصف مليون اصم في المجتمع المصري احنا بنتكلم دلوقتي ده 2017 بنتكلم دلوقتي ان احنا في 2023 يعني لو بنتكلم في عشرة في المية من سكان مصر في دول كاملة لا تتعدى للخمسة ستة مليون فاحنا في دولة كاملة وفي شعب كامل موجود محتاج يسمع كلمة الرئيس محتاج يفهم الاعلام بيوصل رسالته ازاي محتاج يفهم الدراما المصرية بتقوله ايه محتاج يفهم المسلسلات المصرية والوطنية بتقول ايه محتاج ان هو يعرف تاريخ بلده صح ويتوفر له الترجمة صح عشان احنا بعد كده لما نيجي نقول نقول للراجل ده مصقف ولا بيعرف ايه ده ولا لأ بناء على الخدمة اللي احنا قدمناها له يعني احنا ما ينفعش نصلا ان احنا نيجي نقول الشخص ده مثلا عنده مشكلة ان هو محتاج محو امية هو ما بيعرفش يرويكتب وانا مثلا ما بكونش وفرت له خدمة بالعكس الدولة عملت كل اللي تقدر عليها وبداية من 2013 كان فيه فرصة ان الاصمي يعيد يعني يجدد دخوله للجامعة وان هو يستكمل دراسته في الجامعة ده ما كانش موجود كله تربية نوعية دلوقتي الزاوي الاعاقة بتستقبل الصم وبتخرجهم وفيه نجاحات كبيرة حققوة منهم المهندسين والدكاترة والمصممين والمصورين في الاول وفي الاخر البني ادم لو قدرنا ان احنا نديله الخدمة وقدرنا ان احنا ننمي قدراته هو هيبدأ مهما كان لان لغة الاشارة هي مش عائق ومش صعبة على البني ادم سهلة جدا لغة الاشارة او الكلمتين يعني احنا لو بنتكلم مع اي حد احنا فيه 30% في حياتنا يعتبر من لغة الاشارة احنا عندنا وتولدنا بيها بس احنا مش بنستخدمها ومش عارفينها زي ايه؟ زي مثلا لما نقول واحد بيسأني مثلا انا عايزة روح المكان ده فبقوله هتمشي اخر الشارع يمين في شمال هقولك جعان هتقول جعان عايزة شرب زمان كنا بنقوله احنا ارفال في المدرسة عايزة ادخل حمام فكل الحاجات دي لغة اشارة عمية العالم كله بيتكلم بيها بالزبط بس احنا طبعا عندنا كل بلد تختلف من لغة للغة عندنا لغة اشارة مصرية لغة اشارة كاسل كبي اسل يعني بتختلف من كل دولة الدولة وفي نفس الوقت في لقنات كم تده كم لغة اشارة؟ في حوالي 300 لغة على مستوى العالم كلغة اشارة فيه 72 مليون قصم على مستوى العالم يعني ارقام كبيرة ومقهولة ولكن احنا بنقول ان احنا في الاول وفي الاخر احنا كان فيه جزء مكانش واخد حقه اعلاميا صح يمكن انا هو ربنا اراض انا بقالي سبع سنين بقدم لشغل ده وبقدمه بحب من بعد ما تولد وسبحان الله اربع ساعات احنا شغالين بكل حب وكل عمل خيري وتقتيم العمل كله بيقدم كل ما يعني بكل ما اقصى قصارى جهده في انه يطلع الحاجة دي كويسة فسبحان الله هو الاربع ساعات هي لديقة ولا لديقتين اللي كلنا اتكلمنا فيهم اشتركوا في القناة